نتكلم عن تسكرتين سفر؟ آه طبعاً يحكي اللي حكيته تسكرتين سفر كان استجربة تانية وكان نبقى فيها نتجة أكتر في الكتابة وكان فيها حتى عنصر الإصارة والتشويق في الكتابة عادةً أدب الرحلات بيخلوا من العنصر ده لأن دي مش رواية يعني مفيش فيها أحداث تشمل جزء الإصارة أو التشويق لكن في تسكرتين سفر ده كان حصل قدرياً لأن أنا كنت قبل السفر بخمسة أيام اتعرضت لحادث سير وده خلاني كان محتاج أدخل أعمل جراحة وقلت للدكتور طب ينفع نأجل الجراحة أسافر وارجع الأسرة كانت بتتصورني مجنون وعملتها وسافرت بعكاز وهناك أجرت ويلة شار أو كرسي متحرك يا للدرجة دي؟ ما كنتش أجرت تستنى معادة عملية؟ يعني أنا كنت حاجز بالفعل وكنت بعيد دلوقت خلاص على معادة الرحلة وحصل بقى الحادثة دي قدرياً حمد الله على سلامتك وما في سلمك واستمتعت بالرحلة جداً رغم الكرسي المتحرك ورغم العكاز بس لا يعني أنا كنت حتى برفقة أصدقاء كانوا دعين جداً ودعيمين قوي فالموضوع كان سهل ومسطت بروسيا جداً سواء موسكو أو سانت بيترسبيرج جميل كتبت إيه بعد تسكرتين سفر؟ هو كان في تسكرتين سفر برضو كتبت عن جورجيا ودي كانت بالنسبالي من دروس السفر ليه؟ ليه جورجيا كانت من دروس السفر؟ أنا كنت عايز مخططة أن أنا أقضي العيد الفطر بر مصر وقدمت على تأشيرة لتونس وقدمت الورق كامل اللي هو كل المتطلبات لحصول على التأشيرة الجواب الشغل وجواب البنك وكل الحاجات دي بس ما توفقتش ومن غير سبب أنا تعودت وده من دروس السفر اللي بحب أقولها لأي حد بيفكر يسافر ما تزعلش يعني العالم كبير عدد الدول المنتمية للأمم المتحدة 193 دولة وعدد دول العالم تقريباً متين واثنين دولة دولة قالت لأ عشرة يقولوا آه ده غير أن أنت كسايح أنت مصدر دخل قومي للبلد اللي أنت رايحها فلو البلد قالت لأ هي البلد الخسرانة مش أنت صحيح فدور على غيرها بالصدفة كنت بتكلم مع كاتبة قد بالرحلات شيرين عادل وقتها بقول لها تخيلت رفضت من تونس فبتقولي فيه بلد اسمها جورجيا وتقديم لها أونلاين سهل جداً ما تفكر ما فيش نص ساعة أنا كنت قاعدة على اللاب بقدم على التأشيرة تاني يوم التأشيرة جات تالت يوم حجزت تسكرت الطيران كنت قاعدة على الصحور في رمضان بقول للأسرة أنا مش عايد معاك يا جماعة أنا حسافر أنا هكروت تحكي تونس في جورجيا أيو فدي كانت بالنسبة لي من دروس السفر أيو أيو جميل طيب عايز أتكلم بقى كتبتي عن إيه بعد تسكرتين سفر كان حواليد بوابة السعادة بالنسبة لي لأن طول الوقت شاغل الناس أو البشرية عموماً فكرة السعادة أنت هتلاقي سعادتك فين هتلاقيها في الأرصدة البنكية ولا في العربيات ولا في الأسرة والاستقرار ولا هتلاقيها فين أنا كنت بدور على السعادة وقتها في باب المطار بالنسبة لي باب المطار هو مدخل سحري لعالم من السعادة ايو اتكلمت في الكتاب ده على الصين وهونج كونج ولبنان وتركيا بطريقة مختلفة عن الكتابين القبل كده كنت باخد أبرز الحكايات والمواقف لتصلح كحواديث للسفر يطلع منها القارئ بمعلومة أو بدرس مستفاد